اشتركوا في القناة ومواصلة خدمة المواطنين وتلبية المتطلبات التنموية وإيجاد فرص استثمارية وعيدة في مختلف القطاعات وأشهد مع لي بما شهدته مملكة البحرين على مدى العقدين الماضيين من طفرة في مشاريع البنية التحتية في مختلف الصعود على نحو ساهم في تعزيز مستوى الخدمات ومواكبتها للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة مثنيا في هذا الصدد على الأدوار التي تطلع بها صناديق التنمية العربية لا سيما صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل وضمان مثل هذه المشاريع من خلال اتفاقيات ثنائية طويلة الأجل جاء ذلك للاستقبال مع لي في مكتبه بقصر القضيبية سعادة السيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة السيد خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصدرات بالإنابة وذلك بمناسبة زيارتهما والوفد المرافق إلى مملكة البحرين للتوقيع على اتفاقيتين مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور وخلال اللقاء نوها مع لي بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحرص المشترك على البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينهما بمختلف المجالات تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما كما أعرب معاليه عن تقديره لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصدرات على إسهامات كلتا المؤسستين في دعم وتمويل مختلف المشاريع الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين وخدمة أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم بشكل عام من جانبه أعرب سعادة السيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية على حفاوة الاستقبال مؤكدان التزام الصندوق بمواصلة التعاون مع مملكة البحرين لدعم مختلف مسارات وأوجه العملية التنموية الشاملة من خلال تمويل البرامج ومشاريع البنى التحتية التي تلامس احتياجات المواطنين وتساعد على تحقيق الازدهار وضمان المشاركة في الاقتصاد العالمي